المتابعة الفيزيوني اليوم السابع في كل مكان أهلا بكم والسؤال الأكثر جدلا في الساعات الأخيرة منين نادي الزمالك جاب كل الفلوس دي عشان يعمل كل الصفقات دي نادي الزمالك كان بقاله فترتين قيد ممنوع من ضم أي صفقات جديدة أو تدعيم قايمته اللي كانت بتعاني في السنة اللي فاتت وبداية الموسم الجديد نادي الزمالك بدأ المركاتو الشتوي بشكل ناري لحد دلوقتي نادي الزمالك عمل 11 صفقة فريق بالكامل بينضم نادي الزمالك استعدادا لاستقناف الموسم طيب نادي الزمالك منين من شهرين ثلاثة كنا بنقول مفيش صفقات مفيش فلوس مفيش حاجة ممكن تيجي والنهاردة فأول يوم في شهر فبراير بنلاقي نادي الزمالك عامل 11 صفقة وفيهم أسامي من العيار التقيل جدا زي عبدالله السعيد زي عمار حمدي زي أحمد حمدي أسامي كبيرة ده غير اللاعبين الشباب اللي نادي الزمالك ضموهم لتدعيم قايمته وفي كل المراكز الحقيقة عنده في خط الدفاع جاب نص الملعب بيجيب وصنوع الألعاب بيجيب وأجنيحة كمان بيجيب ما جابش مهاجم صريحة لكن الأجنيحة تقدر تقوم بالدور ده ده غير طبعا المهاجمين المميزين اللي عنده زي سيف الدين الجزيري اللي محتاج حد يشغله وطبعا الأسامي الكبيرة زي شيكابالا زي زيزو اللي موجودين مع نادي الزمالك طب اللي حصل في الفترة اللي فاتت السؤال ده اللي يقدر يجاوب عليه بس هو الكابتن حسيل لبيب رئيس نادي الزمالك اللي طلع وأعلن بمنتهى الصراحة كل حاجة لكن ما قالش أسماء تعالوا نشوف الكابتن حسيل لبيب قال ايه عن اللي حصل ده كابتن حسيل لبيب مبارح بعد ما كان المفروض القيد هيقفل كنا عارفين طبعا أن نهاية فترة القيد بتكون يوم 31 يناير أول حاجة اتحاد الكورة مد 7 ساعات زيادة ليه؟ لأن الأندية كانت عندها صفقات كتيرة ومش لح أتسجل كمان نادي زي نادي الإسماعيلي كان عنده مشكلة كبيرة جدا القيد عنده كان موقوف وأول ما اتفتح ملحقش يسجل صفقاته اللي أبرامها عشان كده اتحاد الكورة عمل مد جديد وفترة إضافية لمدة 6 أيام تنتهي 6 فبراير إن شاء الله للدور الممتاز ودور المحترفين أو دور الدرجة التانية زي ما كنا بنقول عليه زمان امتد القيد فيه الحد يوم 11 فبراير كابتن حسين لبيب جاوب على السؤال ها من أين لك هذا يا كابتن حسين ويا نادي الزمالك 11 لعيب فيه صفقة في موسم الانتقالات الشتوية وكمان بعد مد القيد تم الإعلان إن نادي الزمالك لسه في صفقات تانية كتير كابتن حسين لبيب قال امبارح بالليل الزمالك أولا الحمد لله رب العالمين الشكر واجب ألف شكر لكل زملائي أعضاء مجلس الإدارة لمقاموا به من مجهود خرافي وخارج وتركوا جميعا أعمالهم وأسرهم وأخلصوا لإسعاد جماهيرنا العظيمة أشكر لجنة الاستثمار والتمويل أهو كابتن حسين لبيب بيقول الفلوس جاية منين واستفاقات الجديدة دي مين اللي عملها لجنة الاستثمار والتمويل لما قدموهم من مجهودات وتفانوا في حب ندينة العظيم ومصممين على عدم ذكر أسمائهم وعن قريب كما وعدتكم سوف أظهر سوف أظهر لإضاح الصورة كاملة هدفنا الأول إسعاد جماهيرنا العظيمة عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر طبعا الكلام ده في السنين اللي فاتت أو في الفترة اللي فاتت ما كناش بنشوف كنا بنشوف أي حد تكلم مع أي حد أو جاب أو عمل أي حاجة لنادي الزمالك بينزل معاها ألبوم صور للي عمل كده مع اللي تعمل معاه وفيديو ثلاث ساعات بيشرح مدى عظمة اللي تعمل لكن دلوقتي شايفين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بمنتهى التواضع بمنتهى الاحترام بمنتهى الشياكة اللي بالفعل تليه بنادي الزمالك وزي ما قال الكابتن واحد من أكبر الكلاع الرياضية مش في مصر بس يا كابتن حسين عايز أقولك في أفريقيا وفي الوطن العربي نادي الزمالك 11 صفقة لحد دلوقتي تم تمويلهم من لجنة الاستثمار والتمويل اللي بترفض ذكر اسمها الناس بتعمل في صمت وفي الخفاء من أجل نادي الزمالك ومن أجل جماهير نادي الزمالك العظيمة كرد بقى للي بيحصل على المستوى الإداري والهدوء اللي شايفينه في نادي الزمالك والاحترام اللي بيحصل دلوقتي نادي الزمالك لسه كذبان دورة ودية في الإمارات وطلع المركز الأول وكان كذبان مين بقى؟ كذبان الأهل السعودي أهل جدة السعودي واحد من أكتر أندية العالم انفاقا على الصفقات في الصيف اللي فات عنده لعيبة من كل جنسيات العالم عنده مجموعة من أحسن اللعيبة في دوريات أوروبا جابهم لنادي الأهل نادي الزمالك بدون الصفقات الجديدة بدون الحداشر لعيب الجداد واللي لسه هيزيد عليهم بيكسب أهل جدة وبيعمل مباراة كبيرة جدا قدام بقى فرمينو والنجوم الكبار دول نادي الزمالك إن شاء الله نتمنى نشوف نادي الزمالك بينافس على الدوري دوري أبطال أفريقيا وكل البطولات من أجل طبعا مصلحة الكرة المصرية ومنتخبنا بشكل عام كل الشكر الكابتن حسين لبيب على الاحترام وعلى الصورة المميزة اللي بنشوف بيها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وبالتأكيد كل التوفيق للصفقات الجديدة والفرقة الزمالك إن شاء الله باقي الموسم وفي المواسم اللي جاية نشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل إن شاء الله في تغطيات جديدة